أعلن البيت الأبيض أنه سيفحص من الآن وصاعدا حرارة جميع من هم على تواصل وثيق مع رئيس الولايات المتحدة ونائبه مايك فانس كإجراء احتياطي في مواجهة الفيروس وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يحضر اجتماعات في البيت الأبيض بشأن انتشار الفيروس وسيصدر تقريرا كاملا ودعا ترامب في تغريدة على تويتر إلى ما وصفه التباعد الاجتماعية وفي وقت سابق اليوم قال طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خالط شخصا تانيا في مطلع الأسبوع الماضي تبين لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا لكنه أكد أنه ليس في حاجة للخضوع لفحص أو حجر صحية